بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله رحبكم أعزائي طالبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم رح نشرحيون التسعة وعشرين بطبعة جديدة اللي رح نحكي بيها اليوم عن المي والميت شوف هو المي بشكل عام تستخدم مع الاحتمالية for something possible we use may or may to say something is possible الشي اللي ممكن يصير نقولها may فالشي اللي احنا ما متأكدين من عنده خليها ملاحظة يومك الشي اللي انت ما متأكد من عنده تستخدم له may أو might وانا فيها might not ومight فنفس الشي يعني شوفوا طلاب اريد اقول لكم سالفة كلش مهمة هنا ابو الكتاب يعملك مو انت دارس لغة انجليزية يعتبرك انت شخص يعني شو اقولك ما دارس انجليزية gobel يعني ما يعني توقعك انه انت متعرف تنفي المي والمي نايت فانت مرات من تقول المي نايت تطال وشي يسوي شو ناي مية Moore عقول له يعني هويتخيل انه انت متعرف شلون تنفي المي يعني يقلك الميشلون تنفي المين أي جملة ينطكها ينطكها حالة النفي وركتب لك إياها حتى تأخذ حالاتها فسأنت تعرف المي بين التنفيه تخليه آرها ناط بس أكو غير دول أكو غير جامعات ما تعرف فمن تشوف مي ناط لا تستغرب هاي مسألة طبيعية إنه مجردة علمك عن نفي لا أكثر ولا أقل فمن تشوف مرات نفي مسألة طبيعية جدا يعني normal think إذن هس إحنا شي أخذنا اليوم شرحنا بس بالبداية المي وقلنا هي تستخدم هي الاحتمالية والشي اللي أنت ما متأكد من عنده بعدين قلنا نفي مالتها مي ومي ناط طيب مننا هنا ونت القاعدة مالتها فاعل مي أو مي ناط بي يعني فعل مجرد وإلى آخر إي طيب هس هنا أكم الحظة صغيرة يقول لاحظ الفرق ما بين المي بي والمي بي يعني مي بي مي بي والمي بي شوفوا عين طلابنا العزاء من أقول ماي بي إحنا قلنا فيه شي أنت ما متأكد من أقول من أقول إت ماي بي تشو إت ماي بي تشو يعني من الممكن أن تكون حقيقة يعني شي أنا ما متأكد من عنده فهذا الحج اللي إحنا بتتحدث عنه بس من أقول ماي بي سوية خلطة اثنيناتهم جايات هذا ظرف معناه ربما يعني ما لعلاقة هذا مو فعل هذا ظرف يعني هذا مو فعل وراء يعني شي احتمالية وكذا هذا موضوع ظرف يعني معناه ربما حال حال بير هابس وحال حال أي ظرف عادي يعني هذا مو موضوعنا أصلا هاي كلمة أخرى بس وم حاطلك ياهنا على مودي نبهك عليها يقول لك شوف الفرق بين أثنين طيب إذن هسا احنا أخذنا بيونة 29 المي والميت وقلنا الثانيات المستخدمة للإحتمالية واخذنا النفي مالتهم والقاعدة مالتهم شلون الصير واخذنا الفرق بين المي لما تكون مفصولة والمي بي اللي قلنا عليها ظرف هسا راح ننتقل على ملاحظة بنقطة بي بنقطة بي يقول الملاحظة تستخدم المي والهاف مع التصريف تستخدم المي والهاف مع التصريف في حالة الاحتمالية في الماضي إذا كان عندك احتمالية بالماضي فرح أنا أستخدم المي والهاف والتصريف she may have been asleep طيب هاي الجملة احتمالية في الماضي لو ربما تكون نائمة هي طيب هاي ماضي شون عرفتها ماضي لأن عندك did طالما عندك did فرح تستخدم بالقاعدة she may have وتصريف تصريف ثالث للفعل نفس الحالة بقية التراكيب المي والميت نفس الشي مثل ما قاعدة جيوب سواء إذا كانت يمثبت أو نفي فهي نفس القاعدة طيب بعدش عندنا ملاحظة ملاحظة هنا يقول ملاحظة مهمة بنقطة see الكود similar to may and might الكود تشبه المي والميت يعني ما اكو فرق بيناتهم مرات نقدر نستبدل الكود بالمي والميت ما اكو فرق إذن خلينا ملاحظة يمك نستخدم الكود والمي لأنه فاتشيء احنا ما متأكدين من عنده فاتشيء ممكن يصير فاتشيء ممكن يصير فهذه هي فكرة المي فمثلا من أقول it could be اقدر اقول it may be true it could have left اقدر اقول you might أو may have left فمو مشكلة إذا استبدلتهم لأنه فاتشيء ممكن it is possible لأنه it is possible فنفس الطبيعي يعني نفس الحاجة طيب بس أكم ملاحظة أخيرة جدا مهمة الفرق ما بين الكودينت والميت نوت شن الفرق ما بين الكودينت والميت نوت ملاحظة كلش مهمة من أقول couldn't و have و تصريف معناها شيء أتوقع ما صار شيء ما صار يعني يعني سارة couldn't have received my message سارة ما سلمت الرسالة أوكي إذن يعني otherwise she would have replied إذن هي ما سلمت الرسالة أنا أتوقع بأنه هي ما سلمت الرسالة يعني يعني الشيء ممكن يصير أنا قاعدة أتخيل وقاعدة أخمن بأنه هذا الشيء ما صار إذن لما نستخدم couldn't معناها أنا أتوقع شيء ما صار طيب ولكن من أقول might not have received من أستخدم might we have و تصريب ثالث فأني ما متأكد يعني احتمال صار أو ما صار فمن أقول على سبيل المثال why hasn't Sarah replied my message رسالة رأس رأي ليش ما دزلت رسالة جواب ما جوابتني I suppose she might have not received ممكن ما سلمت طبعا إحنا هي ممكن استلمت وممكن ما استلمت أنا ما متأكد it possible that she did received she didn't received and she and perhaps she did perhaps she didn't إذن لربع ما سلمت أو شو ممكن ما مستلمت يعني المثل المي والميت والهاب والتصريف شيء أنت ما متأكد من عندها نهائيا أما الكدفة شوية احتمالية حدوثها أقل يعني احتمالية حدوثها عفوا أكثر فمن أقول Sarah couldn't have received يعني أقول it is not possible that she got مستحيل إذن إذن لو مستلم الرسالة شان جوابتني إذن هي ما وصلتها الرسالة هنا شوية أقوى بس من أقول ليش ما جوابتني هنا أنا من أقول might not have أتوقع هنا من قلت might إذن هي ما متأكد لو استلمتها لو ما مستلمتها أنا ما متأكد يعني فالمي والميت دائما تجيني المي والميت مع الشي اللي أنت ما متأكد من عنده couldn't أنت متأكد مثلا الشي ما يصير الشي ما صار أنا متأكد يعني الشي ما صار يعني أنا متأكد بأن هي ما وصلتها الرسالة لأنه لو وصلتها الرسالة كان جوابتني بس من أقول الميت لا أنا أقصد بمعنى أنه هي ممكن وصلتها الرسالة بس هي ما جاوبتني ودائما علمتك بالامتحان من تجيك الجملة وصلتها الرسالة لا يمكن أن أنت متأكد أنت متأكد أحذفها وتجيلي جملة خاب خارجية حطها تجيبها نزلها بدل هاي أي علمتكم علي هانا هي لم تستلمها إذا قال لم تستلمها لم تستلمها لم تستلمها أول إلى آخر سليب وإلى آخر هي الجملة اللي راح تجيني أحفظ نفسه وأغير بس الفاعل والفعل مثل ما علمتكم فهذا كل ما موجود بالنسبة لي آآ يونت 29